السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم أبا علاء السندي من قناة مجتمع باكستان اليوم يجينا عند أخونا أبو ماهر في مكتب الميدان العقاري طبعا في بعض الإخوان عندهم استثارات عن العقار طبعا جيت وضح لكم عن العقار اللي بغي يستفسر كان وبعض الإخوة ما رديت عليهم وبعض الإخوة اللي حولتهم على أبو ماهر فبإذن الله تعالى اليوم يجينا عند أبو ماهر هو رح يوضح لكم عن العقار اللي موجودة في إسلامها بعد فضل أبو ماهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي للمرة الثانية جميع متابعي قناة مجتمع باكستان لأبو علاء السندي طبعا الفيديو اللي نزلنا هو اللي شاف الفيديو الأولان بيعرفني واللي ما بيعرفني يعرف نفسي عليه اسمي عدنان أبو ماهر وأنا عندي مكتفي وسط العاصمة أسلام أباد لتسويق العقار والدعاية باسم ميدان ماركتينج وأنا الفيديو الغصد منه اليوم أنه الفيديو اللي نزلناه للمرة الأولى فيه ناس كثيرين تواصلوا مع أبو علاء وتواصلوا معايا وفيه أسئلة كثيرة ما شاء الله قدرنا نحلها ونجاوب عليها بس فيه سؤال لأغلب الناس فأنا برد على السؤال هذا لأنه ليش الكل يوصل لهم المعلومة والجواب على السؤال هذا أغلب الناس سألون يا أبو يا أنه نحن الميزانية اللي عندنا ما تسمح أن نشتري أراضي والأسعار الغالية في وسط إسلام أباد أو أو حوالين إسلام أباد فيه ناس يستقروا هنا يعني قريبا وفيه ناس يستثمروا عشانيش في الوقت الجاي إن شاء الله لما يبيجي على باكستان وإلا يكون له شيء أساس في باكستان فأنا حبيت أقول للشباب كلهم أنه فيه قطع ومخططات رخيصة بالأقصاط مخططات دوبها بدات في حوالين إسلام أباد ممكن أن تستثمر فيها شايف وإن شاء الله الشيء اللي تستثمره اليوم بشيء قليل بكهة النهار بعد سنتين ثلاثة المنخطط يجهز تبيعه بسعر أحسن وأحسن ففيه مخطط جديد يسير على الطريقة السريعة الطريقة السريعة هذا اللي يربط إسلام أباد راوالبندي بالأهور طبعا فيه مدينة قريبة من راوالبندي هي تابعة لراوالبندي اسمها قجرخان بتبعد عن راوالبندي على الخطة السريعة 45 كيلو متر فالمخطط هذا اسمه ميغا سيتي بيسير جم المدينة هذه اللي اسمها قجرخان وقجرخان عدد السكان حوالي مليون ومئتين ألف نسمة فهذا المخطط دوبه بدأ ماله ستة سبعة شهور يعني دوبهم بادين فيه وبسول السكك وبسول القطع وبجهز لهذا فطبعا المخطط لما يجهز سيكون غالي لكن حاليا المخطط هذا السعار طيبة والقطع اللي فيها بأكسار والأكسار بسيطة الكل ان شاء الله يقدر عليها تمام واذا تبغوا معلومات اكتر واكتر اتصلوا على ابو علاء والابو علاء يعطيكم رقمي وانا تحتام رقم تمام فاذا لكم اي سؤال عن المخطط هذا اتصل علينا مع السلام